بسم الله الرحيم رجعنا مرة تانية في المحاضرة التانية والمرة دي بقى زي ما احنا اتكلمنا المرة فاتت على النفط يعني ايه نفط ومشتكبين ايه وتركيبه الكيميائي ايه عايزين بقى نخش النهاردة نتكلم على التأسيمة بتاعة البترول ازاي متأسيمة على مستوى العالم اول حاجة هنتكلم عليها هي التأسيمة بتاعت النفط اللي هو النفط الخام الخفيف النفط الخفيف اللي هو منقول عليه برافن بيز اويل برافن بيز كرود اويل اوكي كرود اويل زي ما احنا عارفين انه هو زيت الخام بس سيبك من زيت الخام انا هميني كلمة برافن بيز يعني الاساس بتاعه الاساس بتاعه برافن البرفن اللي هي ايه المركبات الساتوريتد اللي هي بتحتوي على سينجل بوند اهم حاجة دي في دماغنا واحنا شطار انه لازم يكون سينجل بوند ما فيش عندي دابل بوند ما فيش عندي حلقات ما فيش عندي حقارت هي مجرد مشتقات يعني ممكن تكون كربونا ستين كربونا خمسين خمسين كربونا كربونا أربعين ما فيش مشكلة بالنسبة المهم عندي ان هي سينجل بوند اه بس تفري في ايه بقى هل هي عبارة عن سلسلة مستقيمة ولا السلسلة المستقيمة دي متفرعة بالمنظر ده طبعا سواء كانت متفرعة او سواء كانت مستقيمة هم الاتنين سواء ودي بنقول عليها الزيت خفيف وليتميز به طبعا دولة زي دولة ليبيا بتتميز بالزيت الخام البرفيني القاعدة اللي هو النفط الخفيف وده بيغالي جدا ليه غالي جدا عشان تكريره سهل جدا فبالتالي الناس بيبعليه اكبر كتير يعني كمية الطاقة اللي مستخدمة في التكرير بتاعه ما زي اللي هنعرفه بعد كده قدير طبعا اللي انا كدبه لكم تحت ده ده ان جنرال اللي هي السيهات انا عندي ألف به كمية عضوية لازم نبقى عارفين وانتوا ناس كبار ان سي واي هد سي اربعة غاز ومن سي خمسة لسي خمسطاشر سائل ومن فوق سي خمسطاشر صل خلاص دي قاعدة لازم نحطها في دماغنة كويس وبنائم عليه اصبح الزيت الخام البرفيني بيحتوي على كل ده ما هو عبارة عن سائل لازج مش كده وبيحتوي على الحاجات دهيات كلها ايبا دي اول تأسيمة ونحطها في دماغنة كويس اللي هو النفط الخفيف ايه ده يعني معنى الكلام ده ان فيه نفط تقيل اه النفط التقيل لو بيتمايز به في دول الخليج انه هو بيحتوي على الكنات مشبعة حلاقية اوبا يعني ايه مشبعة حلاقية يعني هي ساتوريتد ولا انساتوريتد لا طبعا هي عبارة عن ساتوريتد يعني ايه هي مش كربونة كده مش اوبنيتشين بالمنظر ده لا هي كربونة سايكليك ممكن تكون خماسية زي البنتان او تكون هيكسان زي المنظر اللي قدامنا ده دي سايكليك مش اوبنيتشين يعني مش سلسلة مفتوحة طب ايه يعني سايكلي يعني ايه الفرق من دي ودي اه الفرق من دي ودي اللزوجة هنا السايكليك تدي الزوجة للسائل على الكرود اويل اعلى من اللزوجة اللي تديها الاوبن اتشين يبقى ان هو بيحتوي على هيكسان حلاقي او بنتان حلاقي طبعا البنتان يعني خمسة خمس كربونات اه طبعا احنا شطار وعارفين وهكسان ست ايه كربونات طبعا دي اللي تدي الزوجة ايه اعلى ودي بتتميز به دول الخليج العربي اللي هو النفط التقيل طبعا بيكلف فلوس في عملية استخراجه في عملية استخراجه من زي الزيت الخفيف طيب بعد كده طبعا 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 ما عندي زيت خفيف وزيت تقيل يعني الكلام ده هل ممكن يكون فيه زيت ميكس ما بين الاتنين اه في زيت ميكس بين الاتنين بنقول عليه مختلط القاعدة القاعدة يا جماعة عشان ام بيش حد يغلط مش قاعدة يعني عندي قاعدة فاكرين قاعدة وقلوي لا عفاكرة قلمة قاعدة اه ده بيز بس مش هنا هنا القاعدة مقصوب بيها الاستيتمنت الاساس الاساس اللي ما اعتمد عليه النفط وليس القاعدة بمعنى قلوي لالبي ايش بتاعتها اكتر من سبعة عشان ما نروحش مخينا بعيد احنا شطار فهنا القاعدة مقصوب بيها كلمة بيز الاساس بيز الاساس بتاع الزيت فهنا اساس الزيت مختلط القاعدة هو عبارة عن مزيك من اركانات مشبعة الله يعني ايه هل الكنات مشبعة حلقية بس وستريت وابنيتشين اه ونزود عليها هيدروكربونات اروماتية يعني هنزود الكنات مشبعة نزود عليها السايكليك فورم نزود عليها بقى الايه الاروماتيك كومبانز زي ده البنزين وده التروين خلاص طبعا هننعرف نميز ما بين الاروماتيك والالفاتيك ده الف بي كيميا يعني طيب يبقى ده المزيج ما بين الزيت الخفيف والزيت السكير وده بتميز به الجنوب العربي جنوب الخارج العربي سواء ممكن يكون موجود في السعودية موجود في دول الخارج العربي المنطقة الجنوبية بالزيت طيب في تقسيمة رابعة اه في تقسيمة رابعة والتقسيمة الرابعة مهمة ايه يا بقى لهو اسفلت القاعدة ودي يعني اوحش نوع زيت ممكن يتواجد في عملية الاستخراج بتاعه وده مش موجود للأسف الا في الدول شمال اسيا زي مثلا هندخل الاردن دول العربية طبعا ان استخراجه يكلف فلوس اكتر بكتير من استخدامه فانا استورد احسن عشان كده سبب غلاء البنزين في الأردن طيب ايه هو اسفلت القاعدة اسفلتي القاعدة اسفلت القاعدة هو بتكون شوفوا بقى هنا مفيش السر هنا في الزيت الخام هو وجود الستريت فورورد من اليتشين او السايكليك فورم ده ده سر البترول ان هو يكون فيه الاتنين دول اما كل ما خش في الغميق كوي حلوة كلميتة الغميق ديت لحنا اروماتيك حاجات ملعبكة كبيرة حاجات جمدة زي النفسالين النفسالين انتو عارفين ان هو عبارة عن تلحت حلقات حلقتين بنزين والانصراسين تلت حلقات زي ما احنا درسنا كل ما زود نسبة الحلقات الاروماتية في الكرود اويلز كل ما زود اللزوجة بتاعته فبالتالي يتقل ان عدد الكاربونات بيزيد من فوق سي 15 ما عدده كتير عندي فاصبح زيادة فيعش كده استخراجه صعب استخراجه صعب احنا هنقف لغاية كده النهاردة ارجو لانتو نطلع باربع حاجات مهمين لتقسيمة الزيت نحطهم في دماغنا اللي هو الخفيف والتقيل والميكس ما بين الخفيف والتقيل وبعد كده اللي هو اوحش واحد فيهم اللي هو اسفلت القاعدة وشكرا وإلى اللقاء في المحاضرة التالتة ان شاء الله